خوتي مغربة السلام عليكم هاد النهار غادينا عاود نرجع في الفيديو البيان ديال الدول الملكي اللي داروا مؤخرا على حزب العدل والتنمية واتاهم هاد الحزب انه كي تدخل في ما لا يعنيه حزب العدل والتنمية البارح دار واحد البيان ولا بلاغ كي يرد على الدول الملكي وهاد البلاغ ديال حزب العدل والتنمية باش قلت لكم من المرة الاخرى رح يمكن الدول الملكي اعطاه واحد دفعة ايجابية لحزب العدل والتنمية اعطاهم واحد البالونا ديال الاكسيجين اللي كانوا محتاجينها وركبو عليها كان يمكن الدول الملكي يسكت ويخليهم والقادية الفلسطينية ويقولوا اللي بغاوا بيان وما يقرأ تا واحد بغا يشوفوا تا واحد إلا الأنصار ديالهم لما دوع لها الدول الملكي وخرجوا الإعلام العمومية وخرجوا المحللين وكل شي كيتمعان وكل شي كيتفنن في الانتقاد ويحلل ذك شي اللي مخصوقها يتحلل وما فيه ما يتحلل كل شي ولك يقلب على العدل والتنمية والقادية الفلسطينية وواحد العدد ديالناس كيصفقوا لهم تبارك الله عليكم راكم الرجال والقادية الفلسطينية وهذا غادي نعود نرجع للقادية الفلسطينية كتعرفوا كما قلت لكم المرة اخرى من نهار خلاقنا وحنا كنسمعوا إسرائيل العدو إسرائيل اغتصبت الأراضي الفلسطينية إسرائيل كتتعدى كتقتل كتهجر كتستوطن وزيد وزيد وذاتي من نهار خلاقنا ما يمكنش تجيب نهار وليلة وتقول لي إسرائيل هزونا في العالم ما يمكنش الدولة كان عليها تخدم استراتيجية ديال التواصل ديالها أنا غادي نفسر لكم علاش الموهم الحزب العدلة والتنمية دار البيان وهذا البيان سطرت على جوج ديال اللي بغغغاف فيه اللول كيقول حزب العدلة والتنمية وتؤكد أن الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتشبيهات انطلاقا من المعطيات المتوفرة إليه لديه سمحوا لي يعني أن جلالة المالك إذا بغغلنا نفهمه هذه الجملة إن جلالة المالك أعطاههم معطيات مغلوطة باش يعطي الأوامر دياله يدار هذه البيان ضد حزب العدلة والتنمية يعني غلطه صاحب الجلالة والبغغغاف الثاني كيقول تؤكد الأمان العامة بأن بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب التابتة والمتواترة في دعم القادية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار في كل المناسبات عبر مؤسسات الحزب وهيئاته بعدها عندي واحد سؤال الحزب العدلة والتنمية النهار اللي كانت تكلموا على التطبيع عندما تقولوا رافضينه كان سعدين العتماني كان قلس تم كي الناس غالي يقول لك واش سعدين العتماني كان يمكن يقول صاحب الجلالة احنا أنا رافض التطبيع وما يمكنش لي نقلس في نفس الطبلة مع الإسرائيليين ولا نسيني شي واتيقة مولاي صاحب الجلالة هاكي السيقالة ديالي كنتوا غادي تبانوا فيها كبار انتوا مكتوا قلسين وقبلتوا التطبيع والحكومة ديالكم اللي كانت في التطبيع لو كنتوا رافضين التطبيع كيف كانت تقولوا يا حيز بالعادلة والتنمية كان يمكن لكم تخرجوا من الحكومة مش غالي يمكنكمش غادي نمشيوا بكل أدب وأخلاق نحن نرفض التطبيع مولاي صاحب الجلالة هاكي السيقالة ديالنا كمل بوحدك طيح الحكومة ما طيحش حكومة يطرع اللي بغا يطرع مش غالي يمكنكو مش هنا غادي نسميكم رجال والمغرب كله غادي يحترمكم لما طبعتوا انتوما الحكومة ديالكم ولو فورضت عليها ولو انتوما بغيتوش تخسروا الخواطر وشتوا المصلحة العليا ديالوطن علشتوا هذك النار واليوم ما كنتشوفوهاش ندوزوا هاتشي كامل دابل هاد الحزب العدل والتنمية أنا كنقولها وكان عودها أعطينا واحد الكادو رائع الحزب العدل والتنمية اللي كان محتاجه واليوم اللي بغاربة اللي كان ديو على القضية الفلسطينية كتعرفو أولا أمير المومنين هو رئيس لجنات القدس يعني المغرب رئيس لجنات القدس كان تكلمه في الخطابات ديالجلالة الملك بأن قضية الوحدة الترابية هي القدية الفلسطينية بحل بحل في نفس المستوى يعني الدولة المغربية المسلمة تساند وتدعم بدون شروط والقيود والتي حاجة القدية الفلسطينية غادي نجيو ناصر بوريطا هاس ضعفين غادي نجي ناصر بوريطا وزير الخارجية ديالنا تبارك الله عليه كي دير خدمة نقية راجل ونص ولكن جاحت القدية الإسرائيلية وهنا غادي نرجع يود دير قدية فيها التواصل فيها كيفاش هاد الشعب المغربي اللي منذ استقلال وقبل كي يتكلم على القدية الفلسطينية وكندخلوا له الدماغه القدية الفلسطينية وإسرائيل دير دير ونجيو في قل منعام وبغينا نقولو بأن إسرائيل دولة زوينة تساندونا وفي البلسطة وكل شي والمغربين بقوا ساكتين رامادي يسكتو وحاجة طبيعية أن كي اللي غيبغي يحتج كي اللي غيبغي يقولوا إيحنا ما متفقين وهذا هاد الاحتجاج وهاد الاختيلة في الآرع وهاد الاحتجاج مثلا وقفات سلمية ولا أي حاجة ظاهرة صحية لبناء مغرب ديمقراطي أولا ظاهرة صحية للديبلوماسيا المغربية كان بينه أولا إحنا ماشي ديكتاتورية تانيا كان بينه الإسرائيل والناس اللي معها راح عندي مقاومة داخلية ناس ما باغينش تطبيع وعرفتوه كيفاش رخصنا ونديرو وكتكون واحد ورقة ضغط على الناس على الأمريكيين وعلى جواء أخرى اللي بغونا نكون تطبيع ويكون لك شي سهل كتعرفوا إسرائيل غير مؤخرا خرجت نائبة برلمانية جفت الأرض بصاحب الجلالة في قبة البرلمان دي الإسرائيل وما خرجت شي جيها وقتلها يا لله شهد شي كتقولي وبيان ستنكاري وجرينا عليها من البرلمان وما عمش نتحجم الدارت إسرائيل كدولة ما دافعتش على جلالة المالك كتعرفوا أمريكا 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 إلى يومنا هذا ما زال ما وجهتش الدعوة لنطانياهو باش يزورها لأن الأوضاع مزعطرة وبأنك تجاوزات وخروقات ورتقيبات من طرف إسرائيل هذا شي عادي علش حنا ناصر بوريطا غادي نوض كيدافع بشراسة على إسرائيل أمام الأوروبيين كيدافع بشراسة وكيدتكلم عليها بحرقة دفاعا هذا وفي نفس الوقت كينز دي وجهت الخطاب وكين نقوله القادية الفلسطينية كين يمكن لنا ندافعوا على القادية الفلسطينية وكينما قلنا نحافظوا على التوازنات بلا ما نكونوا ملكيين كتر من المالك هي هالقادية دي لإسرائيل بوريطا مش ناش فيه هاد الحماس وهاتش اللي دير مع إسرائيل وإسرائيل فيه ما كانت كيش بدها وحتى في لقاءه الأخير مع مسؤول أوروبي سامي كيتكلم على أوروبا وهذا قال ليه وإسرائيل أواه خشاها ما تيش أدرى علش بوريطا مش ناش هاد الحماس فالقادية دي سبتهم ليليا اللي بيدرو سانشيز غير هاد الأسبوع قال بأنه سومين خارطو ويكونوا ضمن الاتحاد الأوروبي اللي بيدرو سانشيز نظرا لضعف موقف المغرب أنا كنقولها كنعترف بها بأنه ضعف موقف المغرب أهم من إسبانيا فقادية سبتهم ليليا المغرب تنازل على هاد المدينتين السليبتين وسانشيز كيقويهم في المنتظم الدولي كيقوي الاستعمار الإسباني لهذه المدينتين علش بوريطا ما سمعناش كي تكلم بالحرقة اللي كي تكلم على إسرائيل على الأجواء في أقالي من الجنوبية بأن إسبانيا نحن في 2023 ما زال طائرة مغربية في أراضي مغربية يعني قلعت من الضربية وغادت نزل في العيون كتأخذ ترخيص من عند إسبانيا وش فرصكم هذه ولا لا طائرة عسكرية مغربية قلعت من مطار سلا ولا مكناس ولا قنيطرة وغادت تمشي لمطار الداخلة كتأخذ ترخيص من السلطات الإسبانية إلى يومنا هذا ما سلمتناش الأجواء في أقالي من الجنوبية علاش وحنا كنا بغينا لك الاجتماع رفيع المستوى كان خاص بيدرو سانشيز مني كان هنا على الأقل على الأقل صوبنا العلاقات وحنا ديرين نحن مددركين دي الحدود الإسبانية لا من ناحية دي المخدرات لا من ناحية دي الإرهاب لا من ناحية دي المهاجرين سرين الأفريق لا من ناحية بزب دي الحويج ونقول لهم سبتا ومليليا بغينا واحد لجندا إمتى غادت رجعون مغريبيتين ولو في الحل الحالية غير خليها لهم إلا كنا غانتكرفصوا على كيف جل المدن دي وانا مشكلة هديك عو تاني حتى الساكني دي سبتا ومليليا غايقول ليا سيد طوجني خلينا قدوا بعد المدن المغربية والعيش الكريم وتكون لدينا الصحة العمومية وتكون التعليم العمومي وتكون الأمور بقادة وديك ساعة نجي وليها ولكن مدينتين مغربيتين كان على بوريطة انتازع من سبانيا السيادة على الأجواء في أقالي من الجنوبية ما نخليوهاش لهم وهنا فين بغينا كتعرفو في الضربية هذه واحدة الربعية اتحاد طلبات المغرب بغيوا يديروا واحد الملتقى الطلابي السابع عشر كانت تدخول أمني كداش نهو ريبوهم سلخوهم حرطوش حل دي الجرحة خصوصا اليوم بالعشرات الناس يتهرسوا الناس يتهرسوا لهم جوج مرات يديهم رجليهم تكرسوا قال لك أكتر من عشرات دي لزان بيلونس كيهزو كيديوا سبيطارات ملخوهم عصا من ضمن أنا سولت الطلابات وكان هذا كان عندهم واحد اللقاء على فلسطين مهرجان خيطابي على فلسطين كالدولة عيت أنا من سول ولكن تشي واحد ما بغي يجاوبني ولكن فهمت ما بين السطور أن الدولة كتهم اتحاد طلبات المغرب بأنهم واحد الفاصيل الطلابي دي العدل والإحسان ولكن كيبقا ولدات المغربة هادو باش نهزوهم ونمحطوهم بحلكاك باش ندفعوهم للراديكالية باش هالطلبة هادو نصيبتوهم مهرسين للسبيطارات في الوقت اللي انتيح نتقربو أشنو في هاي لدارو مهرجان خاطابي في المعطيم ونجيب ولا في أبو بكر الجامعي ولا في معط شنو بغي يكون ويتكلموا على فلسطين أشنو فيها قاع يلا ما أنا ويقولوا إسرائيل غاشمة ها سيدي شنو فيها كين واحد مثال بالفرنساوي يقول لك يعني يعني منك تقول كلب مشي راح تعضيتي يقولوا اللي بغاو حرية تعبير راح تكون مثال دقنا بريطانيا آلاف من الطالب الجامعيين داروا واحد المنظمة ويرفضون الاستعمار كيسمه هما الاستعمار الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية بريطانيا اللي خلقات إسرائيل ايوى وماش ناش لبوليس حطوا معصا ومنع وماش داروا اليوم وحنا اللي دولة مسلمة حنا اللي دولة كترأس لجنة القدس حنا اللي جلالة الملك قال بأن قادية الفلسطينية في نفس المرتبة مع القادية الوطنية دينا فين كين المشكل إلى دواو الناس فين كين المشكل إلى واحد احنا 40 مليون وعن 10 مليون خرجوا للشارع وقال لك نرفض التطبيع نرفض إسرائيل تكون دولة ايوى وشنو المشكل رحنا سنوات وكين تعملوا مع هادي إسرائيل والسلع دي الإسرائيل التكنولوجيا دي إسرائيل كيدروا فيهم تكيتاد ديل توركيا وكيدروا وكيدروا صلينا احنا وشنو المشكل وعارفينها وكل شي عارفت شي مصلحتنا إلا كين مع إسرائيل مرحبا بها بطرق اعطى الله كيفاش غير لي كيبقى فيها الحال وهو علاش إسرائيل ما اعترفتش رسميا بمغربية الصحراء إسرائيل لي في القيادة ديالها عدد من المسؤولين مغاربة مغاربة علاش ما كيدفعوش عالنا على المغرب في المنتديات الدولية وإحنا مني كنمشي المنتديات الدولية كندفعوا لإسرائيل هذا غير للنقاش وحاجة أخرى اختلاف الرأي ظاهرة صحية لبناء دولة ديمقراطية عافكم باركوا من العصى باركوا من تكميم الأفواه رح تشكلوا غاد يرجع لنا ببومزوي غابش تعرفوها غير يرجع لنا ببومزوي شهاجة تكتون الناس اليوم غدا بعد غدا وإحنا تتفرقع خليه بحالكو كوتمينو تخليها تنفس أشنو فيها قاع إلى دواو وعننا وحدين ضد إسرائيل وعننا وحدين أخرين مع إسرائيل وحدين مع أمريكان وحدين ضد أمريكان وشنا هو هذا هو الاختلاف وهنا الدولة الديمقراطية بالصح وللديبلوماسية ورقة ضغط ورقة اللي تلعبها أمام المنتظم الدولي وأمام المنظمات الدولية را عندي را غادي نحاول أنا غانشو كندير معهم وفي نفس الوقت عندي مخابرات قوية وكاتختارك وكنعرف وهذا اللعب الكبير اللي بغينا حنا يبارك عنا من الزرواطة وتلقي وديهم البوليس والمخازنية تلقيهم المواطنين هات شي زعمة صافي سبعينات ثمانينات تسعينات ثالينا احنا دبا في 2023 مواقع التواصل الاجتماعي أي حاجة كتكون صغيرة كتنشر وكتستفز المواطن اللي من بعد كيولي حاقد على الدولة الله يدير شي تاوي الخير والله يحفظنا ويحفظكم والله يسر أمورنا وأموركم والقضية الفلسطينية في قلوبنا ومصلحة بلادنا والوطن دينا أسمى منك أي اعتبار ترجمة نانسي قنقر